الراديو تسعين تسعين هواها مصري انتي من امتى يعني انتي بتسأليني الاسئلة دي يلا روحي شوفي بتعملي ايه؟ امشي طيب يا اغتي فيه ايه؟ انا كنت عملتلك حاجة؟ انت اللي ندهتلي بخ! نعم ها ها ها! انسيك يا عاليا اخبارك ايه يا حبيبتي؟ اخباري ايه؟ السؤال الغريب ده؟ يعني ايه اخبارك ايه؟ انت مين انت علشان تسألني سؤال زي ده؟ ايه ده؟ معقول! معقول يا عاليا مش عارفة انا مين؟ انا دكتور نظيم انا اللي اديتيله لحقنا مبارح ومتهيقلي من حقي اني اسألك اخبارك ايه؟ طيب يا سيدي الحمد لله كويسة ارتحت كده؟ طيب يا سيدي يا رب دايما اه اه اما انا بقى جيبلك معي حتة هدية هتعجبك قوي لا متشكرة مش عايزاها خليها لك طبعا انتي ده بقتي الفضول حيموتك عشان تعرفي ايه هي الهدية ايه السمعة ايه؟ بقولك مش عايزاها اه اه اتفضلي يا سيدي ايه ده بقى ان شاء الله؟ انا عرفت انك بتحب القصص والحواديد فجبتلك كتاب كل قصص هحكيلك منه حكاية وقصص غنونة وبعد ما خلص حسيبك تلونيها ودي قلبة الالوان الخشب اللي هتلوني بيها براحتك انت انت لذيذة قوية ايه الحاجة الحلوة دي متشكرة قوية دكتور تسلم ايه ده ايه ايه ده ايه ده انت عملت ايه انت جننتي؟ رمتي الحاجات مش بباك انت بتستهبلي يا عالية عملتي كده لايه؟ عشان هدية سخيفة ورخمة زي حضرتك بالزبط خلص 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 مفيش داعي للأسف انا متقبل كل اللي انت عملتين خطوري على الاموم انا حافز كل القصص اللي كانت في الكتاب ايوه وحنبدأ بحدوتة السرصار المحتار يا سيدي متشكرة مش عايز اعرف قصة حياتك قادم نكخفيفة يا علي إنا إنت باين عليك أنك راجل لزق ومش هارف أخلص منك زي البورث لا لا بقولك إيا أنا هحكيلك يعني هحكيلك واللي هو دكتور عهمد أحسن مني عشان هو اللي يحكيك أيوه هو أحسن منك ومش عايزي أسمع منك أي حاجة اله magazine كلعالم خلاس أنا فهمت بلا Gabslج لو القصة دي مدايقاتي أليها حكي لك حكاية الدبدوب المحبوب استني اسمه الدبدوب الحبوب أيه دا؟ ايه اللي بيحصل هنا بالظفر؟ الحان يا دكتور رماد الحان الحان الرجل الرخم ده جاب لي كتاب قصص وحايز يحكيني قصص بالعرفية الكلام ده حقيقي يا دكتور نظيم لا طبعاً حقيقي وهو أنا معقول أعمل حاجة زي دي انت هتصدقها هي يا دكتور يعني غلص وكمان كذب يا أخي حرام عليك نفسك دكتور نظيم كلام عالية لو طلع صح انا مش هعدي الموضوع ده على خير يا سيدي طب انا هاخدها لقدة عليها واقول ان الكلام ده صح تقدر تقول لي فين الكتاب اللي انا جبته لها؟ اهو اه اه انت جبت الكتاب ده منين وقع على دماغي وانا طالع هنا ها هو كتابك ولا مش هو يا دكتور بقى يا راجل جيت عالج مريضة نفسية بكتاب من اللي بيتوزعه في المدرو اه اه ايه ده انت جبت الكتاب ده منين انا 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 مضطرة اروح لدكتور الصف واتحالا انه عايزني يا عناد يا عناد يا عناد يا عناد يا رباي يا باي عليك وعلى خلصتك اوف معلش معلش يا عالية حقك علي اوعيدك ان اللي حصل ده مش هيتكرر ابدا ما هو كله بسببك بسببي انا؟ طبعا بسببك لو كنت جيت في معادك وما تأخرتش ما كانش كل ده حصل وكان زمانك قاعد انت اللي بتكملي الحدودة غصب عني معلش طب يلا بقى ما فيش وقت ها ها ايه اللي حصل اللي حصل في ايه؟ ايه اللي حصل بعد ما مقيرت مرضيش يدي ستة الغالبان الفلوس ولا حاجة يا ستي كملوا في طريقهم عادي ووصلوا لمكان اللي هم كانوا رايحينه وبدأوا يبيعوا ويشتروا والفلوس كترت والخير كتر وكانت كل الناس مبسوطة وفرحانة بس مقيرت كان فرحان بزيادة شوية لا 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 انا مش بيصدق عليها ايه الخير ده كله كل دي اموالي ايه ده بس شوية يا عمي ما يحسد المال اللي اصحابه ايه اصحابه دي؟ انت مش قلت ان المال ده انا صاحبه الوحيد ماهو مالك يا عمي بس هي كلمة بتتقالك ايه ده يعني؟ ده يا اخويا يبقى حاسب على كلامك كويس قال اصحابه قال خلاص يا سيدي حقك علي ما يحسد المال اللي صاحبه وصاحبه ده يبقى انت وانت ده يبقى مقيرت راضي كده؟ كده تمام بقولك ايه خد بقى البنطين دول غيرهم لي عشان مقطعين ياه يا عليك يا عمي ده انت رهيب فعلا ازاي عرفت اتطلع البنطين دول من وسط كل الفلوس دي؟ بطل لف ودوران غيرهم لي احسن لك حاضر يا عمي تفضل دول بنتين جداد ومش عايز المقطعين مش موضوع جداد ولا مش جداد انا مش بحب الفلوس الجديدة لكن ما بحبش الفلوس القديمة ده عايزنا وروح اشتري حاجة قلالي الباقية بيقول لي ايه الفلوس القديمة دي يا عمي ايه دي؟ دي خارجة من موقع كلبي دي ولا ايه؟ ده على اساس يعني انك بتروح تشتري حاجات زينا يعني؟ تقصدك ايه يا مغلوب؟ مش قصدي حاجة بعد ازنك بقى اروح قدي بقية التجار ما كاسبهم علشان نتحرك قبل ما الشمس تغيب طب تحب اساعدك في عدي الفلوس؟ لا متشكر استريح انت بعد ازنك يا سلام يا ساعدك يا هاناك يا مقيرك كل دي اموال شكلهم حلوة اوي 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 بابا يا بابا ايه 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 نورة في ايه؟ حد يدخل على حد كده مش تستأذني منال ما هقولها في بنت تستأذن علشان تخش على ابوها؟ طبعا الوصول الوصول طيب خلاص انا اسفل هو انت مخبي ايه تحت السجادة دي؟ وانت مالكة بتسألي ليه في اللي ما يخسكيش واضح اني قصرت في تربيتك كل ده علشان بسألك مخبي ايه تحت السجادة؟ خلاص يا سي دي حقك علي اعتبرني ما سألتش خلاص فلسنا كنت عايزة ايه؟ كنت عايزة منك حاجة كده بس حاسة انك هتكسفني ولما انت حاسة اني اكسف الجاية تطلو بيها ليه؟ للدرجات انت ما عندكيش دم واضح اني قصرت في تربيتك طب مش لما تعرف ايه هي الحاجة؟ اتفضلي يا سيدي خلاصيني وقولي كنت عايزة كنت عايزة منك 15 بنت علشان اجيب لي مخلوب هدية ها؟ ها؟ اتفضلي هدية كتيرة قوي من ساعة ما جينا هنا انا كنفسي اجيب له حاجة واحدة بس حاجة واحدة بس وما كانش معاي فلوس يا بابا خلاص سهلة ومحلولة خدي منه فلوس انت عايزني اخد منه فلوس علشان اجيب له هدية؟ طب تيجي ازاي دي؟ تيجي ازاي ما تيجي انا قلتلك اللي عندي انا ما عاييش فلوس يا دورة يلا بقى غوري من ويشي دلوقتي هقولي بس ما قولي في داء امشي اعطار قابتك الهدية ب15 بنت قال ده انا متجوز امها ب4 بنت البيت دي اكيد انا قصرت في تربيتها اتفضل يا مغلوب ايه دي يا دورة؟ دي هدية علشان هدية علشان يا انا؟ ربنا يخليك اللي ايه ده؟ عقد؟ اي العقد ده عملته لك بيتي من الحصة والأحكار اللي كانت في الجبل تسلم ايدك تسلم ايدك يا ست الستات ما عجبكش ولا ايه؟ لا الزايد عجبني جدا بس كل الحكاية اني مش بلبس الحاجات دي بس طالما انتي اللي جبتهولي اوعدك انه مش هيفارق جيبي ابدا الحقيقة انا كان نفسي اجيب لك حاجة اكبر من كده بس لا بس ولا حاجة الهدية بقيمة صاحبة مش كنت عملتنا كموقد من دول يا دورة وكنا بيعناهم وإحنا هناك واستفدنا بتمنهم ومين قالك اني كنت هوافق على كده يا عمي يا سيدة انا كنت هارف اقنعك خلاص ما حصل حصل ايه ده ايه ده ايه ده مين الناس اللي وقفين دول ما تخافيش يا دورة دي الستة ازهار والناس بتوعها ودول عايزين من اين هي ما تخافش يا عمي ما احنا مزبطين امورنا معهم وقف عندك انت وهو وكله ينزل من عالجمال ايه ده يا ستة ازهار في ايه؟ مش عايزة اسمع كلمة من حد فيكم اللي حتشوفوه دلوقتي ده هو جزقته معكم وكبراكم نازلوهم يا رجالة وكتفوهم اه اه بحاج يا رابلي ايه حد يا رابل حاجة ايه بس يا راجل يا حقير انت ده انت بالذات حسابك معايا عسير ايه اللي بيحصل يا مغلوب؟ كلمين انا يا ستة ازهار انت بتعملي كده ليه؟ ده جزقنا يعني علشان استجدعنا معاكم وساعدناكم؟ ساعدتونا؟ ده انت ده ده انا اللي جيت للراجل ده وعدت حيل عليه يدينا اي حاجة عشان اجيب بيها هكل الغلبة طول شباني ومشاني مكسورة الخاطر انت مش قلتلي انك اديتها الفلوس يا عمي بس يا تدي كذب انا مديها الفلوس بإيضايا دوش وكمان حرامي اهو انا بقى هوريك اللي عمرك ما شوفني واللي انت مرضتش ضدهولي بمزاجك هاخد اضعاف اضعاف وغصبة عني هتهم جاوة المغارة يا رجالة وحملوا كل الفلوس والبضاء على المخادم لحد ما انتشوف هنقسمه على بعض ازاي الراجل اللي اسمه مقيرط ما بقاش عارف يعمل ايه قعد يصرخ يصرخ ومحدش يقرب من فلوسي ومحدش يجي جانبي ومحدش سأل فيه ده المفروض يتعدم ميت مرة عشان هو السبب في كل ده مش بس كده كيف هي معاملته العالية اصدق درة اه مانا قلت درة مانا قلت ايمين حصل خير جايز انا سمعت غلط واحدة غلبانة زي دي زنبها ايه ان ابوها يطلع كده ما يمكن يا عالية هو كان شايف مصلحتها اكتر منها لا مفيش حاجة اسمها كده مفيش مخلوق ممكن يشوف مصلحت حد اكتر من الحد نفسه البني ادم لازم يقرر ويختار يا ايه ما يروح يموت نفسه احسن ايه ده انت بتبصلي كده ليه فرحان بيكي فرحان بيكي جدا يا عالية ولو اني مش فاهمة ليه بس متشكرت يلا بينا يلا 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 بينا يلا بينا نروح ننعس ونغمد عينينا طبعا يا عالية لازم نفهم من الهابل والهاطل اللي دخل علينا ده ان ما عاد نومك جيه وانك لازم تنامي يلا تصبحي على خير وانت من اهله دكتور عماد هي ليه درة كانت عايزة تجيب هدية المغلوب لما هي ما بتحبوش هتعرفي بكرة ترجمة نانسي قنقر